قبل مواجهة الكاميرون كيف يتعامل لعبه منتخب الجزائر مع هذا الحكم المسير للجدل جوشوة بوندو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين الكرام أهلا بكم المباراة ستقام يوم 25 مارس في الكاميرون ستضار بواسطة البوتسواني جوشوة بوندو والذي كانت قراراته مسيرة للجدل خلال مواجهة منتخب تونس وبركينا فاسو في ربع نهاية كأس أمم أفريقيا الأخيرة وأيضا مباراة الجزائر وبركينا فاسو في تصفيات كأس العالم الأولية في مراكش المباراة التي انتهت بالتعادل واحد واحد الحكم الدولي الجزائري الأسبق محمد زكيريني تحدث عن هذا الحكم للإذاعة الجزائرية صبيحة اليوم الجمعة قائلا بنسبة 99% لا بنسبة 100% الفيفا لن يغير جوشوة بوندو لأنه سيطالب الاتحاد الجزائري بأدلة دامغة عن هفواته وأخطاءه وهذا أمر شبه مستحيل وواصل محمد زكيريني جوشوة بوندو في حالة ما جاء بنية تحطيم المنتخب الجزائري فلا أحد سيقفه ما فعله مع تونس في كأس أمم أفريقيا الأخيرة خير دليل وأضاف بوندو ورغم وجود تجنية الفيديو حرم وهبي الخازري من ضربة جزاء شرعية أمام بوركينا فاسو وهذا سيكون درسا أو يجب أن يكون درسا للاعبين يقصد لاعبي منتخب الجزائر ووجه زكيريني نصيحة لنجوم الخضر قائلا على نجوم الجزائر الحذر من الدخول في مناوشات مع هذا الحكم لأنه يمنح البطاقات بشكل سريع ولن يكون قلقا على مستقبله لأنه أصلا في نهاية مشواره القروي وأتم صحيح أن بوندو ظلم الجزائر للدبركينا فاسو في المرحلة السابقة من تصفيات المونديال عندما رفض ركلة جزاء واضحة لرياض محرز ولكن علينا أن لا ننسى عدم توافر تقنية الفيديو حينها على كل حال يجب علينا الحذر وفي نفس الوقت عدم التركيز مع الحكم تصريحات مفيدة جدا ونصائح مفيدة جدا من الحكم الجزائري السابق محمد زكيريني للاعبي منتخب الجزائر قلونا رأيكم في هذه التصريحات ولا تنسونا بضايك للفيديو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته